تشهد الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ كوب 27 والمقرر عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ فعاليات مهمة يتم تنفيذها على أرض الواقع من بينها مبادرة التخلص من الأكياس البلاستيقة نتابع ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال قيمة المناخ كوب 27 تعونت محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تدشين مبادرة هدفها التخلص من الأكياس البلاستيك حيث انتشرت أكشاك توعوية بخطورة هذه المواد الحملة اللي احنا بنعملها احنا بصدد أعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضرة فالمفروض ان هي ما يكونش فيها اي نوع من التلوث مدينة خضرة يعني مدينة صديقة للبيئة يكون الانبعثات فيها أقل النفيات فيها أقل المساحات الخضرة فيها أكتر فاحنا شغالين على كل ده أول حاجة بنتعامل معاها الأكياس البلاستيكية احنا بنحاول نساعد فيه قرار من المحافظ بمنع الأكياس البلاستيكية وده له خطورتها على كائنات الحية عموما ففيه بنشجع المواطنين على استبدالها وبنوفر لهم البدائل فيه مراكز توزيع ثلاث مراكز توزيع موجودين في المدينة على المواطنين الأكياس البلاستيك كل يوم بلايها مسكة في الشعب المرجانية بلايها أسماك بتاكلها الأسماك دي طبعا احنا مثلا ممكن بناكلها فيها بتبقى جوة الأسماك جزائب بتاعتها بتبقى جوة السمك فيه مثلا السلاحف بتفتكر البلاستيك ده زي الجلي فش ما بتاكله فمتموت الشعب المرجانية برضو بتقفل عليها ما بتعرفش تنفس الأسماك نفسها أنا كل يوم في البحر فعمل واجه من شكل دي المراكز برضو نفس الحكاية بتلاقي البلاستيك والكوبات بتطير من المراكز مع الهواء فكل ده خطر على البيئة تستهدف المبادرة التي تنتشر في عدة مناطق بمدينة شرم الشيخ إلغاء الأكياس البلاستيك في المدينة الخضراء حيث ينتشر عدد من الشباب المتطوعين في المحال والبزارات للتعريف بخطورة استخدام هذه الأكياس البلاستيكية الحملة دي ضد الأكياس البلاستيك عشان هي بتاخد مئات السنين عشان تتحلل فإحنا بنبدلها بكاس وماشي وبنحاول نوعي الناس إن هو الكاس البلاستيك مدرّة بالبيئة وما بتتحللش غير بعد مئات السنين وبتسيب جزيئات بتاكل منها الطيور والحيوانات والأسماك وبالتالي الحاجات دي هي بتطلع وإحنا بنكلها ياما بتموت ياما إحنا بنكلها فساعتها دي بيتأثر على سلسلة الغذاء بتاعت الإنسان دخلنا على المحلات محل محل بنعرفهم الحملة بتاعتنا يعني إيه النظام بتاعه بنقول لهم إن إحنا لغينا خلص مش هنجيب شونة تلاستيك تاني وهنتعامل بالشونة القماش وبنقول لهم يجيبوا مكان منين وبنقول لهم على المميزات في الشنطة اللي هو في منها أحيان مختلفة مأسات مختلفة أسعار منها على حسب المتيري اللي هتناسب الشخص اللي يشتري الشنطة وهو يختار المتيري اللي هو عايزه أنا النهاردة كدوري إن أنا كنت لازم كنروح كل محل أتدي له نصايح على المؤتمر أتدي له كل حاجة طبعا مؤتمر وقول له إن لازم يأخذ لازم يأخذ كاس وراء بديل الأكياس البلاستيك هي حقائب القماش إذ تتميز بالاستدامة ويمكن أن تستخدم في أكثر من غرض وبالتالي استبدالها بهذه المواد الخطرة أصبح ضرورة لاكتمال صورة مدينة شرم الشيخ المدينة الصديقة للبيئة أحمد الحسيني التلفزيون المصري